اشتركوا في القناة دكتور مصطفى السيد فرص التعاون المشترك في دعم العمل الإنساني معربا عن اعتزازه بتوقيع هذه المذكرة التي تأتي انعكاسا للعلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع مملكة البحرين وجمهورية تركيا بما يخدم ضحايا الزلزال واكد الدكتور مصطفى السيد ان مملكة البحرين ووفقا لتوجيهات جلالة الملك المعظم وبدعم كريم من الحكومة بقيادة سمو للعهد رئيس مجلس الوزراء ومن خلال المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة قامت بتقديم مساعدات إغاثية عاجلة لضحايا الزلزال حيث تأتي هذه المذكرة ضمن مذكرات التفاهم التي تم توقيعها مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والهلال الأحمر التركي لمواصلة تقديم الدعم لضحايا الزلزال تنفيذا للتوجيهات السامية من جانبها أكدت السيدة بيلغون كورغان تشرفها بتوقيع هذه المذكرة التي سيكون لها كبير الأثر في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتقديم الدعم للمتضررين من الزلزال والذين سيعود عليهم بالنفع والفائدة ويخفف عنهم الألم الذي تعرض له جراء هذا الحادث الأليم اشتركوا في القناة